تابعونا معنا بعد قليل في الأولى تونس تعلن ضبط خلية إرهابية والسبسي يبحث الوضع العام في البلاد مع رئيس حركة النهضة أعلنت داخلية تونسية ضبطها لخلية إرهابية تتكون من ستة عناصر من محافظة إيسفاقس وسوسة وسط شرق البلاد وقالت الوزارة إن عضاء الخلية بيعوا تنظيم داعش وينشطون بغاية جمع الأموال وتوفير السلاح للقيام بعمليات نوعية التقى رئيس التونسية الباجي قايد السبسي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأجرى خلال اللقاء بحث الوضع العام في البلاد وضرورة بذل الجهود من أجل التهديئة الاجتماعية والسياسية بما في ذلك سبل طي صفحة الماضي حسب ما صرح به الغنوشي بما يتضمن من إقرار عفوا عام ورفع حظر السفر وتعويض الضحايا ينضم إلينا من تونس الناشط الحقوقي منذر الشارني أهلا وسهلا بك معنا سيد منذر إلى أي مدى اليوم في تونس يمكن التعويل فعلا على جدية كل الأطراف السياسية في تونس لإيجاد حل حقيقي للمشكلات المجتمعية التي تمر بها تونس حاليا مساء الخير تونس فعلا تعيش على وقع العديد من الأزمات وهذا معترف به حتى داخل السلطة نفسها أزمات اقتصادية اجتماعية أساسا وهذه الأزمات أدت إلى تحركات اجتماعية متواترة وأخيرها ما حدث بجزيرة قرقنة ومناطق أخرى في البلاد للأسف إلى اليوم الحكومة لم تجد السبيل لإرساء إصلاحات عميقة على المستوين الاقتصادي والاجتماعي نفس السياسات القديمة تطبق وهي تنتج نفس النتائج من تأزم من بطالة من أوضاع صحية وتعليمية كارفية الشباب المعطل عن العمل وخاصة أصحاب الشهائد يعني ملوا الوعود وهناك العديد من الاعتصامات والإضربات لهؤلاء الشباب الحكومة تحاول أن تبحث عن حلول ترقعية هنا وهناك ولكن أعتقد أنها لم تهتدي إلى الأسلوب الأمثل وهو مراجعة السياسات القديمة فتح حوار مع الأطراف السياسية والمدنية والنقبية والشبابية هذا هو سؤالي أستاذ منذر لماذا لم تهتدي هل لأنه الموضوع صعب أم لأنه ربما يعني هناك حوارات وهناك معارك سياسية تدور في مكان آخر لها الأولوية أعتقد أن تونس لها التزامات مع دوائر مالية عالمية الاتحاد الأوروبي البنك الدولي البنك العالمي وللأسف هذه الدوائر هي التي ترسم نفس السياسات الاقتصادية والمالية للبلاد وتضع الخطط المستقبلية مقابل التمويل والقروض والحكومة لم تستطع الخروج من هذا الشرك من الشبكة وهي منقاسمة ما بين الضغط الاجتماعي ضغط الجهات وضغط التنمية وما بين مطالب الهيئات المالية الدولية التي لا تهتم كثيرا بالجوانب الاجتماعية والشعبية هي تهتم فقط بالأرقام والنسب التي لا تعني الفائدة دائما والخير للفئات المحرومة وللجهات المهمشة هذا هو يعني الحكومة تحاول إذن أن تجد حلول أمنية للأزمات الاجتماعية بدل فتح حوار اقتصادي واجتماعي حقيقي يرسي دعام اقتصاد اجتماعي في خدمة الناس في خدمة التبقات في خدمة الجهات المحرومة هذا الحوار أستاذ منذر يعني تقول بأن الحكومة الآن ربما كما نقول بالعامية إيدي مربطة بما تمليه عليها ربما الدول الداعمة الدول المانحة فتح حوار مجتمعي ما له علاقة بالدول المانحة يعني هذه التفاصيل تستطيع ببساطة ربما الحكومة التونسية الإقدام عليها لماذا لا تقدم عليها؟ هل المشكلة في الحكومة نفسها أم في نهج عام؟ يعني حتى لو تغيرت الحكومة سنواجه نفس المشكلة هناك على ما أعتقد سياسات كبرى مضبوطة وتسبق وتلحق وترافق أي حكومة ولا تستطيع أي حكومة مهما تغير الأشخاص وتغيرت المواقع أن تغير من هذه التوجهات الكبرى عندما الحكومة ترجع إلى المجتمع المدني وإلى المعنيين بعملية التنمية وتتحاور معهم وهذا حصل ولكن بعد ذلك بقيت الحوارات حبرا على ورق لأن التزامات الدولة ليست مع هذه الفئات بل هي مع هيئات مالية دولية فالحكومة بهذه الطريقة تحاول أن تتهرب من الحوار لأنها ستقدم وعود ربما وستفرض عليها السياسات هي غير قادرة على تطبيقها ولهذا هي لا تلتجأ إلى هذا الحوار للأسف السياسة الاقتصادية يصنعها تكنقرات وخبراء في مكاتب مغلقة لهم علاقات بالهيئات الدولية ولا يهتمون كثيرا بالحاجة هناك الفلحون اليوم هناك فائض في الحليب ويتم سكب يوميا والحكومة تتفرج هذا نموذج عن العجز الحكومي كيف السبيل للخروج من هذا العجز للخروج من الحالة التي تواجهها تونس الآن سواء الاحتجاجات أو الإرهاب الذي يتمدد في البلاد يا أستاذ منذر بعض يقول ثورة ثانية لا أدري إن كانت ستكون أصلا حل إن لم تعقد الموضوع أكثر أعتقد أن كما قلت نحن في حاجة إلى سياسة اقتصادية وطنية إلى خطة الثورة قامت ضد الفقر وضد التهميش وضد البطالة من أجل كرامة التونسيين وهناك وعود قدمت بعد الثورة لهذا الشعب والشباب على أساس أن يتم تغيير المنوال الاقتصادي والتنموي ولكن هذا لم يحصل بقيت الدولة والحكومة مرتهنة لنفس السياسات القديمة وهذا يؤكد أن الثورات أحيانا ليس باستطاعتها أن تغير هناك سلطات وهناك إدارة عميقة أو دولة عميقة تسير البلد مهما كان شكل الحكومة ومهما كان عندنا دستور جديد وعندنا برلمان وعندنا هيئات ومؤسسات ولكن الأمور الرئيسية والمسائل الهامة يتم تسيرها من طرف تكنقراط من دوائر مخفية تتخذ القرار بدون تشاور بدون مشاركة يعني أحيانا نفاجأ بتقديم قوانين مشاريع قوانين مثل مجال الاستثمار أو قانون المصالحة الاقتصادية وأخيرا آخر قانون يتم تقديمه هو قانون المصادرة المدنية يعني هذه القوانين خاصة ذات الطابعة الطابعة الاقتصادي والاجتماعي نفاجأ بها نحن في تونس لأنها تطبخ في أماكن مغلقة ولا يتم التشاور بشأنها وأنا هنا أريد أن ألاحظ بخصوص المشروع الأخير للمصادرة المدنية هو أعتقد وحسب ما اطلعت يعني هو نسخة معدة له لقانون المصالحة الاقتصادية لأن هذا القانون يؤدي إلى مصادرة الأملاك إذا ثبت الفساد ولكنه يفتح الباب أيضا للصلح الاقتصادي نعم أشكرك جزيلا الشكر من تونس الناشط الحقوقي منذر الشرني شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في الأولى شكرا